في الوقت الذي تقترب فيه أعداد الوفيات حول العالم جراء كورونا فقد تم طرح أكثر من دواء وتتم تجربتهم لمعالجة هذا الفيروس دعونا نلقي نظرة مبسطة بينهم الأول رمد سيفير وهو مضاد للفيروسات من صناعة جيلياد الأمريكية ببساطة العقار هذا يمنع تكاثر الفيروس وفق الدراسات المتعلقة به ويأخذ عبر الحقن الوريدي ويعطى للحالات المتقدمة المصابة بهذا الفيروس أكثر أعراضه الجانبية شيوعا الغثيان والمشاكل التنفسية إضافة إلى احتمال الارتفاع في أنزيمات الكبد هناك هيدروكسي كلوروكوين كذلك وهو بالأساس يستخدم للمالاريا وأمراض أخرى ويوجد على لائحة منظمة الصحة العالمية للعقاقير الأساسية كيف يمكن لهذا العقار معالجة كورونا عبر تعطيله قدرة الجزئيات الفيروسية على التعلق بمستقبلات على السطح الخارجي للخلايا عادة يستخدم مع الأدوية الأخرى لا يأخذ عبر الحقن الوريدي بل في حبة وله أعراض جانبية عدة أخطرها هو ضرر الذي يمكن أن يلحق بشبكية العين جراء استخدامه حتى بعد الانتهاء من استخدامه أفيغان الذي طور في اليابان لمعالجة الإنفلوانزا سابقا يجرب الآن ضد فيروس كورونا أفيغان يمنع تكاثر الفيروس داخل خلايا الجسم ويأخذ في حبة دون حاجة للحقن يحذر الأطباء من وصفه في حالات معينة خاصة للحوامل إذ قد يلحق ضررا بالجنين ترجمة نانسي قنقر